تزايد الملحوظ في كربلا بعدد الأطفال المصابين بمرض الحصبة حيث كشفت تقارير طبية عن ارتفاع متزايد بحالات الإصابة بينما تتباطع الجهات الصحية في إطلاق حملات تلقيحية تستهدف المدارس والأحياء الشعبية وتخوض مدينة كربلا أصراعاً مع مرض الحصبة الذي أخذ يستهدف الأطفال وكبار السن ولم تكشف الجهات الصحية عن إحصائية دقيقة عن عداد المصابين فيما طالب الأهالي هنا دائرة صحة كربلا باتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشار المرض اليوم نشوف تزايد بأعداد المصابين بالحصبة وخصوصاً بين الأطفال اليوم هناك تكاسل أو تباطع في عملية علاج هذه الآفة التي تهدد أطفال محافظة كربلا اليوم يجب التسليط الضوء الإعلامي على هذا المرض الخفي دائرة صحة كربلا اليوم معنية بالأمر وضرورة الإسراع بتلقيح الأطفال وخصوصاً طلبة المدارس تحذيرات أطلقها كربلا أيون من انتشار الأوبئة خاصة في المدارس وبين صفوف الأطفال سيما مرض الحصبة في ظل تقاعس الجهات الصحية من وضع معالجات حقيقية للحد من انتشار تلك الأمراض المعدية وين دور الصحة اللجان الرقابية الصحية اللجان اللي هي أصلاً مختصة بهذه الأشياء ليش مدد تفتر على المدارس ليش بعدين من يكثر الموضوع ويكبر نبدأ نحذر المواطنين ونبدأ ننشر بوسترات بالآخر التعالج المشكلة ما دامها صغيرة ومو ذاك الحجم الشبير الخطر فأنت سعالجها موجة وبائية لمرض الحصبة تصيب الأطفال بينما حذر مختصون من انتشارها في حال عدم وضع اللقاحات المضادة لهذا الفيروس الذي بات يشكله خطراً يهدد الأطفال وكبار السن على حد سواء علي خالد واني نيوز كربلا